ممكن يصاب الرأس في حادث مروري قد يكون نتيجة هذه الإصادة رح تأثر بتكون تأثير آلة حادة فما هي مضاعفات الحوادث وتأثيرها على الموخ هذا الموضوع رح نطرحه مع ضيفنا الكريمة الدكتور فيصل أثويني رئيس الجراحة المخ والأعصاب صباح لك بالخير دكتور فيصل حياك الضمان رح يكون عندنا تقرير في البداية رح يشوفها أنا وياكوية المشاهدين قبل أن برسالتنا دكتور فيصل شكسر ممكن نقول أن الحوادث هي السبب الرئيسي لإصابة بالمخ أو أيضا بالأعصاب نعم تعتبر الحوادث السيارات في دولة الكويت هي من الأنشطة الرئيسية لجراحين المخ والأعصاب في أوقات الخفارة وفي الحالات الطارئة طبعا هي المسبب رقم واحد أيضا هناك إصابات للرأس قد تنتج عن المشاجرات وقد تنتج عن السقوط من ارتفاع بالنسبة للعمالة في أغلب الأحيان لكن بلا شك حوادث السيارات وحوادث البوغيز في فترة الشتاء والمخيمات هي من المسببات الرئيسية لإصابات الرأس في دولة الكويت حاليا هل كل إصابة بالرأس ممكن تكون خطيرة؟ نعم هناك تصنيف علمي لإصابات الرأس إلى شديدة متوسطة وخفيفة ولكن الحالات التي نتعامل معها في العادة تكون هي الإصابات الشديدة وحوادث السيارات في الكويت بشكل عام تكون الإصابات فيها شديدة بسبب وجود الخطوط السريعة والسرعة الشديدة وأيضا حالات البوغيز مثل ما قلت لك سابقا خاصة في فترة المخيمات السن معين اللي هم صغار السن 15-16 سنة أيضا تكون إصابات شديدة في معظم الأحيان أنت ذكرت أن في إصابات صغيرة ومتوسطة نعم إنزين لو بس نعطي مثال وشنو ممكن الإصابة التي تكون صغيرة ومتوسطة بحيث أن ما تكون فيها خطورة على حياة الإنسان نعم هذا تصنيف علمي صنف إصابات الرأس إلى شديدة ومتوسطة وخفيفة بالنسبة إلى مستوى الوعي بعد موصول المريض إلى المستشفى ويستعمل سكيل علمي أسهول اللي هو غلاسكو كوما سكيل لتحديد شدة الإصابة هناك أيضا تصنيف آخر لشدة الإصابة اللي هو نتيجة الميكانزم يعني نتيجة طريقة الإصابة يعني شخص لما يقع يتعثر في مكانه يقع يختلف عن شخص لما يكون ساقط من الدور الثاني أو الثالث صحيح بس التصنيف العلمي هو على حسب مستوى الوعي بعد وصول المريض إلى المستشفى واتمام عملية الإنعاش له اللي هو الغلاسكو كوما سكيل هل يعني ضرور في حالة إصابة الرأس يتم إجراء الإصعافات الأولية أو تفضلون أنتو كاديكاترا أننا ما نلجأ للإصعافات الأولية إذا شفنا في إصافة بالرأس نعم الإصابات الرأس في الأغلب الشديدة ينتج عنها فقدان الوعي وهذا قد ينتج عننا شيئين ممكن يأثرون على النتيجة النهائية للعلاج الشيء الأول فقدان القدرة على حماية المجاري الحوى فممكن ينزل اللعاب أجلكم الله إلى القصابات الهوائية وإلى الرئتين ويسبب التحاب للمريض الشيء الثاني نقص التروية فقدان السيطرة على التنفس أثناء الفقدان الوعي يؤدي إلى نقص تروية الدم بالأكسجين ومن ثم نقص وصول الأكسجين إلى المخ هذه الأشياء هي تقريبا العامل الرئيسي الذي يحدد النتيجة النهائية بعد وصول المريض للمستشفى يتم إذا كان مستوى وعي لا يسمح لأن يأخذ التنفس بشكل طبيعي أو يحمي المجاري الهوائية يتم وضع أنبوب للتنفس ووضع على التنفس الصناعي الفترة بين وقوع الحادث وبين وصول المستشفى واتخاذ هذه الإجراءات قد يكون فيها ضرر جسيم على المريض في بعض الإصابات دكتور فيصل تأدي إلى دخول الشخص إلى غيبوبة نعم بس سنعرف المشاهدين شون هي الغيبوبة وليش في إصابات اللي نشوف يديش غيبوبة وفي بعض الإصابات لا نعم هو هذا ناتج مباشر عن شدة الإصابة أو كمية الميكانيكال تروما اللي حصلت للمخ فالمريض اللي يكون الإصابة عنده شديدة يفقد الوعي بكل بساطة الغيبوبة هي فقدان للوعي لو نبسطها أكثر المريض مغلق العينين ولا يستجيب إلى المؤثرات الخارجية الشخص اللي نايم مغلق العينين لكن لما يحرك أو تكلمه ممكن يفيق الشخص اللي في غيبوبة لا يفيق طبعا الغيبوبة لها أسباب كثيرة ممكن الإصابات أحدها ممكن الاختلالات في كيميا الدم يكون أحدها ممكن الالتهابات لها أسباب كثيرة ولكن في الإصابات هي ناتجة عن إصابة شديدة للمخ وهل درجة الإصابة أيها اللي تحدد مدة الغيبوبة؟ يعني يشوف في ناس مثلا ديش غيبوبة أيام وفي ناس تقعد سنين نعم مدة الغيبوبة أو النتيجة النهائية مدى التعافي من الغيبوبة أو مدى استعادة الوظائف هو عام يعني في عدة عوامل الإصابة نفسها هي أحد العوامل لكن كمية الرعاية وسرعة توفيرها للمريض بعد الإصابة أيضا مثل ما قلت لك هي من الأساسيات بمعنى لو تم وضع عمبوب التنفس وبدء التنفس الصناعي للمريض في مكان الحادث فرصة التحسن تكون أعلى بين أن نأخذ المريض إلى أن يصل إلى المستشفى إلى أن نبدأ فيكون المخ ناقص عليه الأكسجين فترة نص ساعة إلى حين وصول الإصعاف إلى المستشفى فهذا في تقديري في دولة الكويت هو من العوامل المهمة المحتاجة إلى مراجعة نعم عندين بعد الإفاقة يعني أكيد في مضاعفات خصوصا الشخص إذا قاعد غيبوبة فترة طويلة يعني خلن نقيسها مثلا هل تعتبر مثلا فترة شهر طويلة؟ نعم تعتبر طويلة أوكي وتفرق المضاعفات إذا شخص أفاق بعد شهر أو شخص أفاق بعد سنة سنتين صحيح طبعا فترة الغيبوبة تكون محتاجة إلى رعاية مكثفة وتحتاج إلى رعاية لضمان إمداد المخ بالأكسجين وتوفير التغذية اللازمة للجسم ولكن أيضا في مضاعفات مهمة تتلخص في ثلاث أهمها اللي هي التقرحات السريرية اللي ممكن تحدث لأن الإنسان نايم في نفس الوضع الفترة طويلة أجلك الله التهابات البولية ممكن تحصل أيضا التهابات المجال التنفسية هذه أهم ثلاث مضاعفات ممكن تؤدي إلى مشاكل بالنسبة للمريضة اللي في غيبوبة في المجمل هي رعاية تمريضية أكثر منها رعاية طبية نعم لكن مع كلها التطور اللي قاعد يصير في عالم الطب هل لا تزال إصابات الرأس ليش قعد تصنف أنها فعلا خطيرة؟ نعم يعني هل ممكن نقول أن ندري أنها خطيرة وما نقدر ننكر مدى خطورة الإصابة بالرأس لكن في المقابل هل الطب تطور من ناحية إصابة الرأس بحيث أن أنتم قادرين تتحكمون في موضوع الإصابة؟ الضرر الثنوي الناتج عن الإصابة الأساسية هذه هي فلسفة العلاج في نسبة للعلاج لحالات إصابة الرأس كنت تلجؤون دكتور إلى مثلا بعض التحاليل والتقارير والأشعة عشان تحددون نوع الإصابة بالضبط يعني أكيد أنتم من خبرتكم نعم أنكم مجرد ما تشوف المريض تدري أن الإصابة مثلا هذا حجم خطورتها نعم لكن أكيد أنتم بمساعدة التحاليل وأيضا الأساليب الطبية المتقدمة ممكن نتحدد لكم الإصابة أكثر نعم في الفترة المباشرة بعد الإصابة يجرى عمل أشعة مقطعية لبيان إذا كان هناك نزيف إذا كان هناك كدمات في الموخ إذا كان هناك كسور في الجمجمة وهذه تعطينا مؤشر أولي عن شدة الإصابة وأيضا تبلغنا إذا فيه شيء يحتاج تدخل جراحي بعد استقرار حالة المريض إذا لا زال هناك ما فيه تحسن واضح بالنسبة للمستوى الوعي ممكن نعمل رنين مغناطيسي وفي هالحالة نبحث عن تشخيص معين اسمه diffuse exonal injury وهذا لا يمكن رأيته بالمقطعية أفضل شيء بالرنين المغناطيسي وهذا يعطينا فكرة عن نظرة المستقبلية إذا كانت هذه diffuse exonal injury موجودة فرصة التحسن تكون أقل من لما تكون غير موجودة فهذه لها prognostic value يعني لها قيمة بالنسبة للنظرة المستقبلية قد لا تؤثر على العلاج كثيرا أو خطة العلاج بس تساعد في التشخيص دكتور قبل أن أخذ معك تدري الأهل يحاتون بعض المرات أو أي شخص مثل حتى إحنا الكبار إذا طحنا لا سماح الله ومثلا حاشنا شيء بالرأس نتجاهل يعني نحس بألم ونقول لها نقدر نتحمله ساعة ساعتين لما يروح كلنا عندنا الحل أنه إذا ما حسيت أنه راح راح أراجع للطبيب أنت شنو تنصح فيه هل أي إصابة ممكن تحدث في البيت واحد يطيح من الدري طفل مثلا يطيح من فوق كرسي أو من فوق سرير مثلا نعين من الإصابات لازم أن نحن ندير بالنا أنه ممكن أثرت بطريقة غير مباشرة على بعض الأعضاء أو الوظائف المخ أو أنه أنت تقول فيه أمور لا عادي ما فيها شيء بجرد كمادات يمكن نعم نصائح هذه نصائح عامة ما أبي الناس تأخذها كمسلمات بحيث لو صار كذا ما أروح المستشفى في حالة وجود أي شك بالنسبة لأطفال أو الكبار التوجه إلى أغرب مستشفى لتم معاينة الحالة هل في مؤشرات عقلين؟ إذا كان هناك فقدان للوعي نتيجة الإصابة إذا كان هناك ترجيع متكرر أو إحساس باللوع إذا لا سمح الله كان هناك أي تغير مثلا ضعف اليد أو أي شيء إذا كان هناك فترة صداع مستمر صداع ممكن بعد الإصابة نعم نعم فمن الأفضل في هذه الحالات مراجعة الطبيب لتقييم الحالة وخصوصا في الأطفال أنا أفضل إذا كان في أطفال لأن في أحيانا كثيرا الأب والأم لا يكونوا الموجودين فما نعرف كمية الترومة أو كمية الإصابة التي حصلت للطفل فمن الأفضل مراجعة الأطباء إذا كان هناك شك أن هناك إصابة حصلت للطفل لتقييم الحالة هل تكون مراجعة عن قسم الطوارئ؟ نعم قسم الطوارئ وهناك بروتوكولات في جميع أقسام الطوارئ في الكويت للتعامل مع حالات إصابة الرأس تمام كل شكرا لك ووجودك اليوم معنا في هذا الصباح دكتور فيصل تويني رئيس جراحة المخ والأعصاب نتمنى لك إن شاء الله نهار سعيد شكرا شكرا لك كل شكرا لك مشاهديني خليني نطلع هذا الفصل نرجع بعد شوي